موسيقى تحية لكم من العراقية الرياضية نشرة الأخبار نبدأها بأهم العناوين لجنة المسابقات تشدد على إجراءات البروتكول الصحية أثناء مباريات الدور الممتاز المنتخب الوطني بكرة السلة يتلقى خسارة قاسية من نظيره الهندي في التصفيات الآسيوية منتخب الشباب لكرة اليد يصل طهران للمشاركة في بطولة يزد الدولية الأولى تحية لكم شددت لجنة المسابقات في الهيئة التطبيعية على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية خلال مباريات المرحلة الثانية لدور الكرة الممتازة التي ستنطلق يوم الثلاثاء المقبل وأكدت لجنة المسابقات ضرورة قيام مشرفي المباريات بتجديد الإجراءات لتطبيق البروتكول الصحية وأهمها اختصار عدد الجالسين على دكة الاحتياطي من الطاقم الفني والإداري والطبي على أن يجلس جميع اللاعبين البدلاء في المدرجات مرتدين الكمامات ومتباعدين فيما بينهم وينطبق ذلك أيضا على أي شخص متواجد داخل الملعب ويتحمل مشرف المباراة المسؤولية عن أي خلل في تطبيق جميع شروط السلامة من فيروس كورونا وإلى ذلك طالبت لجنة المسابقات الأندية بالتعاون والالتزام بشروط البروتكول الصحي أثناء المرحلة الثانية أعلن نادي القوة الجوية الرياضي تعاقده مع محترف كولومبي لتعزيز صفوف الفريق في الانتقالات الشتوية الحالية وقال مشرف فريق كرة القدم علي صغير قال إن إدارة القوة الجوية أكملت التعاقد مع المهاجم الكولومبي جيفرسون كولارزوس لتمثيل الفريق في الموسم الحالي وأوضح أن كولارزوس وقع للفريق قادما من صفوف أتليتيكو غاراو البيروفية وبانتظار سمة الدخول للانخراط مع الفريق وليكون متاحا للمدرب أيود أوديشو يذكر أن فترة الانتقالات الشتوية في العراق تنتهي في الأول من آذار المقبل قرر نادي الطلب الرياضي منح لاعب فريق كرة القدم المحترف اليمني مفيد جمال بطاقة الاستغناء وقال مشرف الفريق وميض خضر قال إن الهيئة الإدارية لنادي الطلب الرياضي سلمت المستحقات المالية لللاعب فريقها الكروي المحترف اليمني مفيد جمال ومنحته كتاب الاستغناء وأوضح أن إدارة النادي تكفلت بضيافة اللاعب لغاية حصولها على عقد جديد مع أحد الأندية وفي حال عدم حصولها على فرصة عمل مع نادي آخر ستتكفل بدفع تذاكر سفره إلى بلده اليمن تعاقدت الهيئة الإدارية لنادي الحدود مع المحترف اليفواري جوزي موهي لينضم للفريق في فترة الانتقالات الشتوية وقال المنسق الإعلامي لنادي الحدود زيد الزيدي قال إن الإدارة تعاقدت رسميا مع المدافع اليفواري جوزي موهي وأن الإجراءات الخاصة بتأشيرة الدخول أوشكت على الانتهاء ونأمل التحاقه نهاية الأسبوع الحالي هذا وأضاف أن الجهاز الفني بقيادة مضفر جبار أبدى رغبته بالتعاقد مع المدافع موهي لتعضيد الخط الخلفي حيث يسعى في المرحلة الثانية لتحقيق نتائج جيدة تبعد الفريق عن مناطق الهبوط وتابع أيضا أن اللاعب اليفواري سبق اللاعب في نادي الخريطيات القطري ونادي اتحاد طنجة المغربية تعاقد نادي نفط البصرة مع لاعبين محترفين أحدهما ليبي والآخر من كوت ديفوار وتمت إضافتهما لقائمة الفريق بشكل رسمي ضمن فترة الانتقالات الشتوية التي تغلق في نهاية الشهر الحالي وقال مشرف كرة نفط البصرة على نيروز قال أن الإدارة أكملت التعاقد مع لاعب المنتخب الليبي مهند المبروك المحترف في نادي الخليج السعودي وكذلك اللاعب اليفواري إليان جاميليل ولينضمان بشكل رسمي إلى قائمة الفريق وتمثيله في المرحلة الثانية من الدوري لافتا إلى أن الفريق أكمل تعاقداته مع المحترفين الأربعة ونأمل أن يشكل إضافة مهمة للفريق أكد أمين سر الهيئة التطبيعية محمد فرحان أن الهيئة توقعت اتفاقية تعاون مع الاتحاد الإماراتي لكرة القدم مبينا أن الاتفاقية تتضمن التعاون في الجوانب الإدارية والفنية على صعيد الأندية والمنتخبات وأضف فرحان أن الطرفين أقر بشكل رسمي إقامة دورة تدريبية في العراق يحاضر فيها مدير التدريب في اللجنة الفنية للاتحاد الإماراتي عبدالله حسن عبدالله فيما ستسبقها دورة تدريبية للحصول على شهادة تدريبية في أئي يحاضر فيها السوري فجر إبراهيم مشيرا إلى أن من بين المقترحات المقدمة إقامة مباراة السوبر بين بطل الدور العراقي وبطل الدور الإماراتي إذ يخوض الفريقان مباراتين ذهابا في العراق وإيابا في الإمارات أرسلت الهيئة التطبيعية لاتحاد كرة القدم النظام الأساسي للاتحاد إلى أعضاء الهيئة العامة بعد تسلمه واعتماده من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم في رسالته بتاريخ الخامس والعشرين من شهر شباط الحالي وقالت الهيئة في بيان لها قالت إنها تدعو الهيئة العامة للإطلاع على النظام ومن ثم المصادقة عليه في المؤتمر الاستثنائي للهيئة المقرر انعقاده في الرابع من شهر نيسان المقبل في بغداد وفي السياق ذاته أكد رئيس الاتحاد الفرعي لمحافظة كربلا يحيى كريم للعراقية الرياضية أكد عدم مصادقته على النظام الأساسي للاتحاد المقرر انعقاده في الرابع من شهر نيسان المقبل ما لم تعدل بعض فقرات النظام الذي سجل فيه بعض الأخطاء وأضاف كريم أنه لاحظ في النظام بعض المواد الإقصائية لبعض نجوم الكرة السابقين التي يجب تعديلها مضحا إلى أنه لا يريد إعادة أخطاء الاتحاد السابق في مسألة إقصاء بعض الأشخاص وبيّن أنه يطالب الهيئة التطبيعية مراجعة بعض النقاط في النظام الأساسي والتعديل عليها وعلى الهيئة العامة تسجيل بعض النقاط التي يجب تعديل بعض فقراتها تعرض حارس مرمى النفط مصطفى سعدون لغرامة مالية من القوات الأمنية بسبب خروجه إلى التدريبات بالرغم من صدور أوامر من العمليات المشتركة بالسماح لللاعبين بالذهاب إلى ملاعب التدريبات وقال سعدون في حديث خاص به العراقية الرياضية قال إن القوات الأمنية قامت بتغريمه مبلغ 100 ألف دينار على خلفية الحضر المفروض وأضاف أنه حاول توضيح الموقف للسيطرة لكنهم أصروا على منعه وتغريمه كشفت إدارة نادي أربيل عن إجراء مبارتين من الجولتين الأولى والثانية من المرحلة الثانية لدور الكرة الممتاز على ملعب دهوك وقال ريبين رمزي المنسق الإعلامي لنادي أربيل قال إن المبارتين ستكونان مع ناديي أمانة بغداد والقاسم ضمن مباريات المرحلة الثانية لدور الكرة الممتاز بكرة القدم وأشار إلى أن الإدارة اتفقت مع إدارة نادي دهوك لاستضافة مبارتين في المرحلة الثانية على ملعب دهوك وذلك بسبب إجراء ترميم في ملعب فرانسواء حريري ودعى منتخبنا الوطني لكرة السلة منافسات النافذة الثالثة من تصفيات آسيا التي تستضيفها العاصمة البحرينية المنامة بعد خسارته في الرمية الأخيرة من مباراته أمام نظيره الهندي بنتيجة 78 نقطة إلى 81 نقطة هذا وانتهى الربع الأول من المبارات بتقدم العراق بـ 25 نقطة مقابل 24 فيما تقدمت الهند في الربع الثاني بـ 23 نقطة مقابل 13 نقطة وحسم المنتخب العراقي الربع الثالث لمصلحته بـ 21 نقطة مقابل 23 نقطة وفي الربع الأخير تعادل الفريقان بـ 78 نقطة لكل منهما وبقيت أقل من 20 ثانية على نهاية المبارات والكرة في حيازة المنتخب العراقي لكنه فشل في التسجيل لينجح المنتخب الهندي في إحراز ثلاثية مع صفارة لتنتهي المبارات ويودع المنتخب التصفيات وفي السياق ذاته أكد المدرب السلوي رافد عبدالإحسين أن المدرب البوسني عزيز بكير يتحمل مسؤولية الخسارة أمام المنتخب الهندي في التصفيات الآسيوية وبعض اللاعبين الذين لم يظهروا أو يظهروا بمستوى جيد مضيفا إلى أن الاتحاد يجب أن يعيد النظر بالمدرب البوسني الذي يتحمل مسؤولية النتائج السلبية والخروج من التصفيات موضحا أن المدرب البوسني ليس بمستوى المنتخب الوطني إذ وصفه بالممر وليس المدرب على حد قوله مضيفا أن الأداء الذي قدمه اللاعبين لم يكن بالمستوى المطلوب حيث وقع في بعض الأخطاء السهلة وبينا أن تطوير السلة العراقية يبدأ من الفئات العمرية واستقطاب مدربين أجانب على مستوى عال للارتقاء بواقع السلة العراقية وصل وفد منتخب الشباب لكرة اليد للعاصمة الإيرانية طهران للمشاركة في بطولة يزد الدولية الأولى والتي تقام منافساتها في مدينة يزد التاريخية وستقام البطولة بمشاركة منتخب أزباكستان وإيران للشباب والناشئين ونادي يزد مستضيف البطولة حيث ستقام المباريات بطريقة التجمع من مرحلة واحدة تنطلق منافساتها اليوم الأحد وتستمر حتى السادس والعشرين من الشهر الحالي هانم محمد مشروع بطلة أولمبية جديدة في لعبة تايكواندو استطاعت أن تتسيد منافسات وزن 58 كيلوغرام لفئة الشباب على مستوى العراق دخلت لمجال لعبة تايكواندو منذ تسع سنوات لتتسيد منافسات بطولة العراق لفئات الأشبال والناشئين والشباب أنها اللاعبة هانم محمد ذات السبعة عشر عام مشروع بطلة أولمبية للعراق في حال حظيت بمعسكرات خارجية عالية المستوى وأقحمت في بطولات تنافسية قوية تزيد وتعزز من فرص الاحتكاك المناسبة وتوفر عمل القبر لها وتسهم برفع وتطوير مستواها الفني لا سيما وهي تمثل الآن منتخب شباب العراق لسيدات في وزن 58 كيلوغرام أتمنى أن نشارك بطولات خارجية ويعني أتمنى من الاتحاد المركزي أنه سلط الضوء على اللاعبين والفرق البقية لأن حاليا ماكو أصلا ماكو مشاركات ولا أي شيء صارنا تقريبا فوق السنة أعتقد لأنه قعدنا بسبب كورونا أتمنى من الاتحاد يسمحنا أن نشارك بطولات أو معسكرات خارجية مثل كوريا أو الإيران أو مصر أو أي دولة الاتحاد الفرعي للتاكواندو في وسط احتضن موهبة هانو محمد منذ نعومة أفطارها حيث عمل على تهيئة وتوفير مستنزمات ومقاومات النجاح لديمومة مسيرة هذه اللاعبة وتواصلها في مجال الفنون القتالية والتي أثبتت من خلالها أنها تحمل مواصفات البطل الحقيقية الواعدة في لعبة التاكواندو من اللعبات المميزات حققت الكثير من المداليات على مستوى العراق وكانت تمتلك مواصفات مميزة حيث تمتاز بالقوة والسرعة بإضافة للذكاء وهذا مشروع يعتبر ممكن منه أن نحصل على مدالية أولمبية كل الفضل كابتن ستار جابر وعمار جابر رئيس الاتحاد وعمار جابر هو المدرب الشخصي وتقيمة مسافر المدولات هاي كلها على حسابنا والدعم بفضل المدرب من أي أحد قدرات قتالية عالية وانضباط تكتيكي كبير هي صفات تنتاز بها هانم محمد لعبت منتخبنا الوطني للشباب والتي تنتظر بشغف كبير تمثيل العراق في الاستقاقات والبطولات الخارجية المرتقبة مثاق زراجي العراقية الرياضية الكوت مشاهدنا الكرام النشرة مستمرة وفيها تتابعون